و اقرب حدود في السودان كم? انت عارف التكلفة ذاتها بتاعت الميناء. انت تمشي تجيب من الميناء بتاع المصوعة. انت عارف ده ترحيل. ده فيه ترحيل. اضافة بتاع الترحيل. اضافة بتاع الزمن. ليه? ليه الناس? ليه الناس خلوا مينابور سودان? ليه الشركات خلت مينابور سودان? لانه الليلة انت هسي حاليا لو دار تمشي الصدر في مينابور سودان الحاوية حقتك. اذا انت زود تاجر. مشي تشتريد بطاعتك ما افتصلك. بطاعتك ما افتصلك. لا في شهر لا في شهرين لا في تلاتة شهور. الوضع الطبيعي انها تصلك في اسبوعين في تلاتة اسابيع. الليلة في جدة. الميناء بتاع جدة. البضايع كلها متكدسة في ميناء جدة. لانه عمليات الشحن والتفريق ما في لها مجال. تم تدمير كل الكرينات. الشغالة في مينابور سودان تم تدميرها. ليه? لانه في تنافس. اسامة داود جايب له كرينات. داير استولى على الميناء. الامارات كدولة الان داير الميناء. ايه تعارف الميناء بتاع بورسودان دبعة شوية لو ادوك لو في لي ما بيشيله. مما كانت فيه حداشر الى اثناشر كرينات شغالة. مما كان الحاويات شغالة الباخرة بتجي تقيف خلال اربعة وعشرين ساعة او في اقلها من اربعة وعشرين ساعة حسب حجم الباخرة حسب حجم الكونتينرز حجم. ايه تعارف الليلة الشركات الشغالة البزنس. دايما اي شركة بتشتغل في البزنس? اول الحاجة بتفكر فيها انها تقلل التكاليف. انا الليلة الودار اصدر. ما بدل امشي اصدر بميناء الاسكندرية. ولا امشي اصدر بميناء مصوح. ولا امشي اصدر بميناء اللي هو ميناء سواكن. ما اكسد ميناء اه قول معي ميناء العين الساخنة. احسن لي اصدر بميناء بورسودان. ليه? لانه ما بيكون عندي بس تكاليف الباخرة لحد ما انزلها ليه في الميناء. ومن ميناء بورسودان ذاته انا ما بشحل للميناء. ممكن انزلها ليه في صوبة. امشي اخلصها في صوبة. دي ما بتكلفني قروش يعني. لكن من امشي اودي الاسكندرية ولا امشي اودي السويس ولا امشي اودي مصوحة. وانزل من هناك. معناته انا هاشحم بالبر. هاضطر امشي انزل هنا في النقطة دي. اجيب وضعتين من الصين انزلها هنا. تاني هيدفع على تكاليف بتاع الشحن. ما في سلامة. لانك اتنا ما تشحم بضاعتك انك ما في عامل السلامة. ما في عامل الزمن. لان ات الليلة بتكون تاجر عندك بضاعة مرات موسمة شهر واحد. موسمة واحد معين. انت دار تجيب بطاعتك تخلصها وتدخيل السوق وتمشي. الليلة مع التقلب بتعجينه. انا هسا الليلة اشتريت ليه حاجة هنا دار الرحلة من بريطانيا للسودان. بكون خاطئ ان الحاجة دي لو ما وصلت. فترة المحددة. هتفقد قيمتها. لان الجنيه السوداني ما عنده قيمة. ايه تعارفة الان الشركات هربت من الميناء. هما ما قالوا ان احنا قفلنا الميناء. لكن استخدموا معاك سياسة بتاعت نفس طويل. اللي هي تدمير البنيات التحتية بتاعت الميناء. دمروا الميناء بتاع بورسودان. اخرجوا من الخدمة. اصبحت الشركات العاملة والفاعلة. وذات دايراو ابو ظبي. ابو ظبي نما مشت اخذت ميناء جوبوتي. ولما اخذت المواني في الصومال واخذت مواني في عدد من الدول. ابو ظبي ما نما اخذت ميناء اه اليمن ميناء عدن. الهدف الاساسي بتاع ابو ظبي ما كان انها دار تشغل الميناء. الهدف الاساسي انها تعمل للطاقة بتاعت الميناء. هي استلمت المواني. خففت العمل حق المواني. ودت للزيرو لي? لصالح المواني حقتها. نحن الان الشي اللي بيحصل ده لصالح المواني بتاعت مصر. يعني تتخيل انه الان مصر. نعم انت تمشي تودي بطاعتك هتدفع بالدولار. يعني مصر الان بتجني قروش. يعني الان واحدة من موارد الدخل للدولة السودانية هو مينابور سودان. الان اصبح خارج الخدمة. السروة الحيوانية خارج الخدمة. المحاصيل خارج الخدمة. السمو خارج الخدمة. انت الدولة دي فضل فيها شنو? الدولة فضل فيها شنو? اذا انت الليلة تشريان حق البلد بتاع السودان هو الميناء. اذا انت الليلة حولت مصر الميناء بتاع مصر بتحكمه. اذا حصلت لك اشكاليات سياسية مع مصر ممكن توقف منك الميناء. الميناء ذات لهم من تمشي ايه تتجيبه بيخضع لشروط. بيخضع للعوامل السياسية ولا العوامل الامنية. انا عندي ميناء? يا اخوان الساحل بتاع البحر الاحمر ده كم? نحن ميناء واحد ما قادرين نشغله? يا اخي ميناء واحد بتاع الحويات ما قادرين نشغله? بلد جايبين فيها خبراء من البنك الدولي والبنك المركزي والبنك 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 والبنك. جايبين خبراء ما بعرف منه وخبراء منه وخبراء منه. ما فضيحة? ما فضيحة الليلة. الليلة ما فضيحة. نحن جارين ماشيين. مع ان الجنوبين من اتصلت الجنوب ودولة الجنوب كان بنزل للميناء حقنا وبصدروا منه. اسيبيا كانت بتصدر عبرنا. بتستورد عبرنا. لانه كانت علاقتها مع ريتريا ما كويس. تشات. افريغيا الوسطى. ده الميناء حقنا ده. العربات بيجي يعملوا ترانزيت وبيمشوا. وبيتفعوا لك قروش حق الارضية لو يتأخروا يوم. بيتفعوا لك عمالة شغالة ده كله شغال. تم تدمير الميناء لانه ده العملة. انا قاعد اقول لك ده العملة. انا مثل ما قلت الحركات المسلحة. اذا دارة تبني بلد ودارة تمشي ما تاخد يدها في يد العملة. لانه والله هتنته زي ما انتهوا هؤلاء العملة. انته زي ما انتهوا هؤلاء العملة. تمشي تاخد يدك محامل. ده الجايين مهمتنا الاساسية انه يدمروا البلد. ميناء استلموا فيه سبعة. ميناء بورسودان ده عملوا ميناء الشيخ لتصدير اللحوم والحاويات. عملوا ميناء الحربي. عملوا ميناء بشاير للبترول. اتعمل ميناء بتاع الحاويات الميناء الجنوبي. يا اخي بورسودان دي الانغاز دي بسؤل انت بتتكلم عنه ده عملت اتهدت وعملت وطورت الحركة بتاعت المواني. وادخلت الكيرنات دي ادخلته زمان كان الناس ما فيه العملة بيخدشه جواب. جابوا ليك وجابوا ليك الكنتينرات. طوروا الميناء. انت جيت ليه? لانه ما في موارد. الموارد وين? الموارد شالانس والدي صالح الان. انتوا قاعدين في الشارع تعيتوا. الموارد الان استولوا على جزء اخذت شوعين وجزء اخذوا البعثين. الان شغالين يبنوا في مجدون. كتائب حنين ولا ما بعرف. كتائب دولة البحث العربي الاشتراكي الان شغالوا قروش كلها. وده سؤال. انت خليني انا. انت اهمش اسا اجيب قروش اكوين. الليلة طلعت وزيرة التربية والتعليم. ده لشنو? في وزارة التربية والتعليم. شوف الجامعات فيها مشكلة ايوة فيها مشكلة. دائرة تجويد دائرة تجويد. ما في مشكلة. دائرة ده كله ما في مشكلة. لكن انت الليلة تجي تتخذ قرار بانك تغلغ الجامعات لعدم الامكانيات. اتوا عارفين الليلة الجامعات مغلغة. المدارس مغلغة. العملية التعليمية مهددة لعدم الامكانيات. الامكانيات فيه شغل ميناء بورسدان. شغل ميناء بورسدان بيجيب ليكو عملة صافية كل يوم دولار بيجي خاشي. وحتى بيجي ميناء بورسدان ولا تدفعوه بالجناعة السودانية دفعوه بالدولار. عندك الامكانيات. الليلة قال شنو تجميد عدد من الكليات التطبيقية. دارين يجمدوا عدد من الكليات التطبيقية. كويس. قالوا كورونا لانه ما عندنا اجهزة. نقص في الاجهزة وفي المعدات. في الاساسة المؤهلين. صعوبة توفير البئل والسكن الجامع. يا اخي السكن ده كان بيشتغلوه اتحادات الطلبة. والله كان بيشتغلوه اتحاد الطلبة. الدولة دي لحد ما سقطت السكن بتاع الطلبة واستغبال الطلبة ومعيشة دهم كان بيشتغلوه اتحاد الطلبة يا اخوانا. اتحادو الطلبة اتحادو الطلبة. طلاب كان بيشتغلو بكلام ديه. ات الليلة جاي تعمل التعليم صفوي هم الان ما six لشنو. ودي الخطورة حقه الناس فقد شوف عندك جامعة في اضعين. عندك جامعة في تشات عندك جامعة في كلبس عندك جامعة في وسط في الشرك حافظوا على هذا المكان يا حديد. اذا فيه ثورة هنا حقيقية في البلد متجوم الا بالتعليم. اذا في نهضة حقيقية في البلد متجوم الا بالتعليم. انت عند الجامعات ما كويسة صح? مهمة الحكومة. والدولة. تصرف. كل ما يجي من مال تصرف في هذا التعليم عشان تطور هذا التعليم. عشان تنهط بالتعليم. او جذوبت ان الجامعات دي اللي للإصطافة العامل في الدولة. واغلب الإصطافة الشغال في دول الخليج ده هو خريج جواعات التعليم العالي. الليلة اغرب الدكاترة اخصائي بتاع باطنية ولادة ونسا واطفال كله الان شغالين في الخليج ده هم خريجي التعليم العالي. تخرجوا من نهر النيل. تخرجوا من شندي. تخرجوا من كردفان. تخرجوا من شمال دارفور. تخرجوا هؤلاء الان شغالين ضاربين في كل منحل حياة ما تسمع الكلام حقولي. الان شغالين في بريطانيا دي. خريجي التعليم العالي. عشان ما تسمعوا الكضي بحق انه والله الجامعات نحن الجامعات ما خرجت لينا. الكلام ده ما صح. في تدني في النسب ايوه. في تفاوت في التدني في النسب ايوه. لكن انت مهمتك شو? انت مهمة تجيت لانه كان في حكومة فاسدة. ده حسب كلامك. انت مهمة تجيت عشان تنهض بالتعليم. عشان تنهض بالجامعات. انت ماشي دار تقفل جامعة دارفور. لانه بكرا ما نيجي يستهدفوك يقول لك دارفور دي كلها جامعة واحدة. الهدف مش 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 لانه والله تقليل النفقات. لانه اللينا النفقات. الصرفة بتصرف الدولة. والله اقولها لكم بحليفة. الصرفة بتصرف الدولة على الهوانات القاعدين في مجلس السيادة. وحده يمشي الجامعات السودانية. اذا كان عضو مجلس السيادة. منقى. ولا حريم السلطان. ولا حريم العسكر. الواحد بياخد كل شهر مليار جنيه ده تسيير المكتب. مرتبه على بدلاته على غيره يمشي له اكتر من نصف مليار. ساكن في بيت في حي المطار تمن ايجاره الليلة في الخرطوم ما يدللو عن عشر الف عشرين تلاتين الف دولار في الشهر. خلي العربات الراكبة. جيد مجلس السيادة الفرد الواحد فيه. شيل عرباته. وشيل بيته. وشيل القروش والامكانيات اللي عنده. والله يتسير لكم الجامعات السودانية. ما عندكم ستة تراطير قاعدين في مجلس السيادة. الستة تراطير القاعدين في مجلس السيادة. اللي بعرفوا انه في سفير اسرائيلي خشة ولا وفد اسرائيلي خشة ولا غيره. جيد امكانيات دل. ستة بيوت. بيوتنا الستة. اضرب قيمة الشهرية. بيوت الوزر الستة. الستة في مجلس السيادة. قيمة بيوتنا الشهرية. اضرب قيمة عربات ووقود عربات. اضرب التسير على مرتبات والله تسير التعليم العالي ده في كل جامعة السودان. عملية حسابية. نحن نقفل الجامعات وناخر اولادنا. عشان يجوا هؤلاء الساقطين. لا اخلاق ولا دين ولا قيم ولا ولا فهم في الدولة. انت الليلة جاي تحجج بالتعليم العالي لانه ما عندك امكانيات من اوقع لك الدولة السودانية ما عندها امكانيات. ودي صالح بنات الكتايب بتاعت بتاعت حنين من وين? اجرت البيوت من وين? وديت القروش وديتها وين? يا البحسيين. اللي متخفين الليلة. وشغالين تلعبوا في مال البلد. وديت القروش وين? دي ما قروش الشعب. دي ما اموال الشعب. الانغاز كانت ممشي البلد دي كيف? والله اسوال انا بسعلكم. هس النظر مش بيقول لك الجامعات. خلي الجامعات. المدارز الانغاز كانت ممشيك. نسوال المانغاز دي كانت ممشيك. الانغاز مش كانت ممشي البلد? مش كانت المدارس فاتحة? مش كانت جامعات فاتحة? الليلة جايين يسلبوك لانه دي صفوية. شفت الصفوين دي. الصفوين خريجي جامعة الخرطوم. ما احترامنا الكامل لجامعة الخرطوم. الصفوية الان الجايين اللي بيفتكروا نفسهم انه والله التعليم. لانه هم دار عندهم مشكلة مع الهامل ده. ما دارين الناس يتعلموا. هم دارين يعملوا تعليم صفوي. ده المخطط ماشي. بيسوقوك اتتحت انه والله الجامعة. يا اخي يا اخي يا اخي جامعة فتحوها. وقامت. وبيقت عندها كلية. وبيقت عندها مدير. وبيقى عندها اسم. وبيقى عندها طلاب. انت تعمل لاشنه? بس سؤال انت تعمل لاشنه? ايه تتو عارفين? الليلة لو لو فيزل بفكر تفكير استراتيجي. بعد عشرة سنوات الجامعات السودانية دي ممكن توقع هي مصدر الدخل التمسك ليك مزانية الدولة. جيبوها. نجي يوم واحد نخطها لكم في الارض تحت. افريغيا دي حولك كلها دار الجامعات ودار التعليم. نموذج بتاع الجامعة افريغيا. اتطلع الواصل الان حاكمين العالم. انت ما متعرف الكلام ده. لكن شوف افريغيا حولك. محتاجة لي? لان انت سابقة. انت الان ممكن تجيب الطلبة الاسيوبين. ممكن تجيب الطلبة الادترين. ممكن تجيب الطلبة الكاديين. ممكن تجيب طلبة افريغيا الوسطى ديل كلهم دارين. اذا انت عندك افق ممكن تمشي الصين. تمشي تتعاقد مع الصينين. لان الصينين دي لعندهم مليار ونص المليار. بيفتشوا دامعات ما بيلقوا. بيجي اتعلموا في بريطانيا في امريكا. قروشة غالية جدا. امشي اتعاقد معهم. خليه يدفعوا على القيمة اللي يدفعها في اوروبا يطوروا لك الجامعات حقتك بعد شوية استوعبها. بعد عشر اخمستاشر سنة انت بكون التعليم العالي حقك ده. عمل مصدر دخلي للبلد. جاب جروش راجع على البلد. علمت افريغيا من حولك. نشرت الوعي في المنطقة من حولك. نشرت. يا اخي انتم ما? والله انتم ما بتفكروا. انتم ما بتفكروا. انتم ما بتفهموا. جايين الليل يتعللوا انه والله الامكانيات ما في. جايين ينقصوا. الطلبة ده الان بتنافسوا اي في السنة ميتان وشوية. ميتان و الف شفتوا الانغاز السيعة القاعدة دي باسوا او بادة. احسن لي انا الليل اطلع لي طالب. اي ما مؤهل وناجس وكده. ولا احسن لي طالب امي. ما ده سؤال. ما ده سؤال. ما سؤال. احسن انا بعد ده. عندي طالب بيمشي بيجرى نص الواجب وباتهت هو حسب ما تهيته. ولا احسن لي يكون عندي طالب عاطل. انت الليلة قفلت الجامعات. وريني البديش شنو? ما في مشكلة. قفلت الجامعات. ما دار الناس مش الجامعات. وريني الشباب اللي قاعد في الشارع ده هيعمل شنو? هيلجع لشنو للمخدرات. هيكون مخدرات هيكون ده رصيد للجريمة هيكون رصيد لل هيكون رصيد للشباب دي هيمشو اين? مصير شنو سؤال مصير شنو? المصير شنو? انا بس اعلك المصير بتاع الشباب دي شنو? الجريمة اللي هتنتشر بعض شوية في البلد. نتيجة لان كنت قفلت الجامعات حوالتك المشكلة النتيجة شنو? لكن هو ما بيهمه. لانه ده زوال صفوي. ده زوال صفوي. دا 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 يقعود جامعتين دا يعملها تلاتة جامعات اربع جامعات. في المغابل افتح الماء. انت هس يا الليلة عملت معاهد فنية? مسلا يعني انت دار تضيع التعليم العالي. المغابل شنو? الان انت اطورت مشتفة. ياخدت مشاة صندوق النقد الدولي ولا ما بعرف امس اه رئيس الوزراء بيقول انه والله صندوق النقد مش صندوق النقد الدولي. ما بعرف بيتكلم عن واحدة من الصناديق. لما جاءت تساهم جابت لك روادي. هس في زوال اشان انت الدولة اشان ياخدت اشان تولع اشان الروادي دا يجيبالك. الروادي. ليه ما تتكلم عن المعاهد الفنية وافتح ال. كويس طور طور. طور. النجارة والحدادة والصناعة. وافتح المدارس الفنية. وخلت.